وقرية دامو واحدة من قرى الفيوم المشهورة باستخدام الصدف للتزيين وطبعاً ده لتزيين قطع الأثاث المختلفة بيعملوا منه لوحات وقطع خشبية مختلفة جميلة ما بين مساكن ريفية بسيطة تبدو باهتة يتلألأ من بين أصابع عم علي وفريق عمله في ورشة متواضعة بريق الأصداف يعظف بعيداً متفرداً بمهنة تزيين المشغولات الخشبية بالصدف هي الورشة الوحيدة بقرية دامو بمحافظة الفيوم التي لا مثيل لها أنا طبعاً معايا دبلوم اللحام وكشجين خلصت اللحام ومعجبنيش للمهنة دي يعني اللي هو اللحام وكشجين عشان حناه وكده فرحت للأرابيسكيق عند مصر يعني وتعلمت الصنع دي كان عندي 16 صنع فحبيت الشغلانة دي فاستكرت فيها طبعاً عدت خمس سنين صابيع عبل ما تعلمت وكده وتحبيت الصنع بدأت أعرض على البنك وأشتغل طبعاً البلدة ما سقطت وما فيش شغل ولا حاجة فجيت هنا جبت عيالي أساس بلدي هنا دمه فطبعاً جبت الأولاد وجيت استكرت هنا غيرت النشاط اشتغلت في النجارة فأنا طبعاً شغال في الصدف مقدرش أنساها أنا 30 سنة فرجحت للمهنة تانية لما الجو بدأ يتحرق يعني السياحة بدأت تتنشط والجو بدأ فبيتطلب مني شغله بعمله فرجحت المهنة الأساسية تطوير المهنة الغريبة في القرية بمثابة الحمل الثقيل على عاتق الإبن الأكبر الذي تعلم المهنة من والده وسعيه معاً لفتح سوق جديدة من أجل جلب الرزق المهنة التراثية جذبت أحد المهتمين لجمع شملها نظراً لعدم وضوح الصورة عن مدى أهميتها لدى المسؤولين مما دفعه لإيصال فن عم علي في جميع أنحاء محافظة الفيوم نفكر إزاي نعمل مبادرة نحن عاوزين شخص بالطاقة دي وبالفن ده والإبداع ده يبقى في صف تاني من التلاميذ أو الطلاب أو أطفال القرية نحن عاوزين نعمل مركز بقرية دومو لصناعة الصدف عاوزين منتج الوحيد المتفرد الصنع الوحيد في محافظة الفيوم صنع الصدف حاجة عليه شويشة يبقى منتجاته تعرض في هذا المكان تواصلنا مع المسؤولين ولكن دون جدوى أن يوافق على تخصيص مكان ولكن المكان ده لحد وقت لم نحصل عليه عشان حاجة عليه شويشة يقدر يعرض منتجاته يزداد المكان تأنقا في حضرة الورشة المتواضعة ليخرج الدر من أحشاء البساطة فينير عقول البسطاء بالفن والجمال هي قصة القرية التي تحويفا عم علي ترجمة نانسي قنقر